إلى إيران وذراعها ميليشيا الحوثي يعود كل الأعمال الإرهابية في البحر الأحمر نقطة وقف عندها مركز أوريكس الهولندي في آخر تحليل له المركز كشف أن ميليشيا الحوثي بنت ترسانة عسكرية بحرية هدفها هو الاعتداء على السفن تناغما مع رؤية طهران في المنطقة وتنفيذا لهذه الرؤية قال المركز إن إيران وفرت للحوثيين صواريخ مضادة للسفن وأنشأت لهم منصات إطلاق يمكن إخفاؤها بسهولة بعد تنفيذ هذه الهجمات كذلك أرست قبالة سواحل إيرتريا سفينة لاستخبار ريتية تسمى سافيز وهي سفينة متنكرة ومتخفية في شكل سفينة شحن عادية الغاية منها وفق منظور المركز الهولندي تزويد الحوثيين بمعلومات حالية ومحدثة في كل لحظة عن تحركات سفن التحالف في البحر الأحمر وعلى هذا الدور ظلت سافيز إلى أن تعرضت لهجوم إسرائيلي عام 2021 ما دفع إيران لاستبدالها بسفينة أخرى تعرف باسم بهشاد وفي تلك الفترة بالذات أكد المركز أن الحوثيين بمساعدة مهندسين إيرانيين حوالوا عدد من الزوارق يصل طولها إلى عشرة أمطار إلى عبوات النسفة بحسب المركز أنشأ الحوثيون بدعم إيراني ثلاثة تصميمات أخرى لزوارق انتحارية وهي طفان واحد وطفان اثنين وطفان ثلاثة كاشفة أنه في الوقت الحالي يجري إنتاج حوالي خمسة عشر نوعا من الألغام البحرية جزء منها زرعه الحوثيون في البحر الأحمر ومن أبرز ملامح الدعم الإيراني مد الحوثيين بصواريخ نور وصواريخ فالق وصواريخ خليج فارس وصواريخ فجر وصواريخ أخرى مضادة للسفن ميزة هذه الصواريخ أو هذه النوعية من الصواريخ بحسب المركز أنها قادرة على ضرب أهداف بعيدة المدى تكلفتها منخفضة إمكانية نقلها من مكان إلى آخر سهلة لهذا فالتهديد الحوثي ضد الشحن التجاري وضد السفن في البحر الأحمر بات أكثر خطرا وهو ما يعكس تكتيكات إيران في بحر الخليج ترجمة نانسي قنقر